أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام نقدم لكم إحاطة مجزال أهم الأنباء ونبدأها بالعناوين فصائل الثورة تستهدف عصابات الأسد بالمدفعية والقناصة في ريف حلبة وحمام ومقتل عقيد وإصابة عنصر من ميليشيات الأسد بامتجار عبة ناسفة غرب درعة إطلاق سراح الموقفين بعد حل الخلافات بين الفيلق الثالث وأحرار الشام وارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بسبب خبض روسيا للكميات المرسلة أعلنت سرايا القنص في عمليات الفتح المبين عن تمكنها من قنص عنصر لعصابات الأسد على محور الفوج 46 بريف حلبة الغربي لترتفع حصيلة القتلى بعمليات القنص منذ مطلع العام الجاري إلى 16 عنصر وثلاثة ضباط كما قصفت الفتح المبين مواقع للعدو في قرية البحصة بسان الغاب غرب حمام حقيقة إصابات مباشرة قتل ضابط برتبات عقيد تابع لميليشيات الأسد وأصيب عنصر آخر بجروح بليغة إثر استداف سياراتهما بعبوة ناسفة من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين ملدة جملة وعين ذكر بريف درع الغربي وقالت مصادر محلية أن العقيدة المستهدف مسؤول عن الحواجز والسرايا العسكرية على الشريط الحدودي بين سوريا والأردن عاد الهدوء من جديد إلى مناطق ريف حلبة الشمالي بعد التوصل لاتفاق بين الفيلق الثالث وحركة أحرار الشام يقضي بوقف الاشتباكات وفك استنفار وإطلاق صراح الموقفين لدى الطرفين على خلفية التوترات التي شهدتها مناطق عفرين والباب وجرابلوس بريف حلب وانسحاب كل طرف من المناطق التي سيطر عليها شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعا جديدا بعد أن وصل الارتفاع الأسبوع الماضي لـ 43% نتيجة خض روسيا للكميات المرسلة عبر خط الغاز نوردستريم مما أثار قلق الحكومات الأوروبية مع ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري وحذر اقتصاديون من لجوء روسيا لتخفيضات جديدة لكميات الغاز المرسلة لأوروبا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الإحاطة نترككم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر